وصلت توازرة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الستراتيجية وضبط قضاء حجب السلع والبيع بأسعار أزيدة من السعر الرسمي وتمكنت توازرة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 806 قضايا تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغت 911 طن وفي مجال حجب السلع الستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط 258 طن وفي مجال حجب أرز الشعير والأبيض وعدم توريد الأرز الشعير والبيع بأزيدة من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط 629 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيدة من السعر الرسمي للسلع فتم ضبط 24 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 983 قضية من بينها 180 قضية خبز ناقص الوزن و153 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف والبيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط 14 قضية بمضبطات بلغت أكثر من 398 طن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر